أنا شايف أن مصر وغيرها من بلدنا بس أنا أتكلم عن مصر مصر في مأزق اقتصادي صعب ومآلاته خطرة وأهم مآلاته الخطرة أن يوصل جموع الفقراء إلى درجة من الضيق وافتقاد الأمل يجعلهم انفجروا ده خطر خطر على بنية الشعب والدولة الوطنية ولكي نتفادى خطر انفجار محتمل بسبب الفقر والغلاء وتحميل الفقراء فواتير سياسة هذه الإدارة وطريقتها في المعالجة الاقتصاد يبقى إحنا عاوزين خروج من المأزق الاقتصادي لا يحمل الفقراء والطبقة الوسطى مزيد من العب ده بالزبط الصياغة اللي أنا عاوز أقولها فالخبير اللي هيجي يقدم دراساته وأرقامه أنت عارف في الاقتصاد في مدارس قطع وهذه المدارس كلها جديرة بالاعتبار هنختار إيه؟ أنا ممكن ألاقي حلول من مدارس معتبرة في الاقتصاد لأزمة نقص الاحتياطي للعجز في ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري لأزمة التباطئ في النموة أو الكساد لأزمة سعر الجنيه وفي أكثر من إجابة مزبوط إيه بقى الإجابة اللي أخدها؟ عشان كده بقولك الاختيار السياسي يسبق الرأي الفني رأي السياسي يسبق الخبير والحساب هيبقى للسياسي مش للخبير لأن الحقيقة أنا عندي خبرة يعملوا كل الحاجات دي وبطريقة رصينة بالمعنى الأكاديمي وموسوق بيها في العلم وفي التجارب كمان الاجتماعية عشان كده أنا أحب أقول بوضوح أي توجه للخروج من المأزق الاقتصادي لازم يبقى عنده اتفاق سياسي مسبق عاوز أخرج من المأزق السياسي دون أن أحمل الفقراء والطبقة الوسطى مزيد من الأعباء كما تم في السنوات اللي فات عظيم وده رأي مين بقى اللي يقدم لي اللي يقدم لي هذا الحل أشيله فقراسي وبعدين الناس هتشيله كله فقراسها لأن احنا فاتنا من عليهم خلقة الفقر والغلاء لكن هقدم وجهة نظر أو أدخل الحوار وواحد عاوز يحل المشاكل بأن الفقر اللي قاعدين يعني بيكوحوا طراب أقوم ما شايلهم تاني لأ لأ لازم من قطع الانتصار للفقراء للطبقة الوسطى أمر ملزم بحكم الأخلاق والضمير والدستور وأهداف صورة 25 يناير و30 مش كنا من العيشة حرية عاوزين نقرب من ده بقى أنا عاوز بقى بدل ما دايب أشعار وهو حلو والناس كلها مبسوطة منه عاوزين يبقى السياسة قبل للتنفيذ هنا ده اختبار المعارضة أنا عاوزين عشان البديل هنقدر نقدم بديل بالضبط أنا أقول نعم مصر غنية بالخبراء الوطنيين الوحترمين اللي عندهم منحياز اجتماعي واضح لأغلبية الشعب ويقدروا يقدموا موارد اتنين يقدموا حلول اتنين مصر غنية بمواردها البشرية والطبيعية إذا وجدنا سياسة بديلة تحسن إدارة الموارد دي أنا دي النقطة أنا مش بتاع اقتصاد لكن يعني حتى الجملة الأخيرة بعض الاقتصادين أو معظمهم مش بيأكدوها قوي اللي فكرة مليئة بالموارد لإن إحنا عندنا حاجات بس عندنا نقص شديد ما علينا لكن في موضوع اقتصاد تعديدا وهنا برجع بشكل مباشر وده انت أطرحت إشكالية الحقيقة في موجودة في العالم كله انه مين يسبق مين هل القرار السياسي المنحاز سواء اجتماعيا أو طبقيا يسبق القرار الاقتصادي ولا العكس ولا الاتنين بيمشوا مع بعض لا عمر الاتنين ما مشوا مع بعض القرار السياسي يسبق عظيم والقرار السياسي يهدي والقرار السياسي يرشد الفنيين خبراء مضبوط مضبوط